هذه أبرز العنوين إشادة إعلامية باستقرار مستوى الدولية المغربين في أكراد في رياس صداد الإسبانية النجم المغربي الياس بن صغير يكشف عن سبب اختياره المنتخبة المغربية عود تمتيل منتخب فرنسا غرق أفراد من جمهور أولمبيك الزفي في مقتبال العمر أثناء محاولته من الهجرة إلى الديار الأوروبية عبر قوارب الموتى أفضل هدف الكاف يكرم الجريدي بتذكير بمشوارها مع العساكر قبل ما نبدأوا ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغرب أشهدت تقارير إعلامية إسبانية بآداء الدولية المغربين في أكراد مدافع نادي رياس صداد الإسباني في مباراة فريقه الأخيرة وكشف موقع إسبانية في تقارير له أن رياس صداد وجد أفضل نسخة لدفاعها وذلك بفضل تألق النجم المغربين في أكراد وتناغمه مع زميله في الفريق إيغو زوبيليديا في مباراة الأخيرة أكدت المصادر ذاتها أن نايف أكراد أصبح من بين أهم الركائز الأبيض والأزرق ويقود دفاعه بشكل رزين منذ التحاقه بالطريق خلال الفترة الانتقالات الصيفية الماضية وقد قدم الإضافة والتبات في المستوى للخط بأكملها يواصل نايف أكراد تعزيزه وتعزيز مكانته كأحد أبرز المدافعين في الدول الإسباني في دل تطور مستمر للأداء مغرية سوسيداد هذا الموسم يشار إلى أن المدافع المغربين في أكراد انتقال إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني معارن من نادي ويسهم يونيسد الإنجليزية إلى نهاية الموسم الحالي علم بأن الأخير يمتلك عقدا إلى غاية سنة 2027 مع نادي ويسهم يونيسد الإنجليزية تحدث الدولي المغربي إلياس بن صغير لاعب نادي موناكو الفرنسي عن خطواته الأولى في دور أبطال أوروبا وعن بدايته واختياره حمل قميس المنتخب المغربي قال إلياس بن صغير في حواري مع قناة الويفيا غالبا ما أسمع النشيد الوطني في التلفزيون أو على الجهاز بلايستيشن عند اللعب ولكن عندما يكون ذلك في الواقع فهو شعور لا يصدق أنت فقط تفكر في الأمر ولا يمكنك الانتظار لبدء المباراة حتى تتمكن من اللعبة أضف إلياس بن صغير هدفي في دور أبطال أوروبا هو التأهل إلى دور 16 أو في دور الرابع والعشرون في الدوري الفرنسي أحاول أن أكون على منصات التتويجة لقد كنت بداية جيدة ولكن هناك الكثير من المباراة المتبقية بخصوص حمله لقميس المنتخب الوطني المغربي عوض منتخبي فرنسا قال بن صغير أعلم أن القرار أتار الكثير من النقاش لكنني كنت مستعدة لاختيار والسناد من عليه على الإطلاق بالنسبة لي عندما تعرف ما تريد عليك أن تفعله ليس هناك سبب للانتظار عندما تتاح لك الفرصة لإستدعائي في العمر 19 عمل لتمتيل بلدك في منتخب وصل إلى نصف نهائك في العالم ويمتلك فريقا كبيرا اختشى ما لعب موناكو الفرنسي حديثه قائلا بالنسبة لي لا يمكن رفض ذلك وأنا فخور جدا بقدرتي على مساعدة بلدي وأنا سعيد جدا بهذا الاختيار وكان إلياس بن صغير قد مثل الفئات الصغرى لمنتخب فرنسا قبل أن يتدخل الرجراجي وجامعة المنتخب بتغيير رأيه وإقناعه بتمثيل المنتخب المغربي بعد ذلك قرر الاندمام إلى وصول الاطلس ليلتحق ويصبح هذا الركائز الأساسي تحت قيادة وليد الرجراجي لقي بعض الأفراد من جماهير نادي أولمبيكا سافية حدفهم غرقا أثناء محاولتهم الهجرة إلى الديار الأوروبية عبر قوارب الموتى نشرت إدارة نادي المسفيوي عبر صفحتها الرسمية للفريق على مواقع التواصل للشماع فيسبوك رسالة تعزية جاءت كالتالي تلقينا ببلاغ الأسى والأسف خبر وفاة شاب من خير أبنائي حضارة محيط وأكبر مناصر فريقنا ودعمنا أضافت إذر هذا الخبر الفاجئ أن تقدم بأحر التعازي لعائلة فقدائنا رحمهم الله وغفر لهم وأسكلهم فزيح جناتها راجعين من العالي القدير أن يلهمهم دويهم الصبر والسلوان وتناقلت العديد من الصفحات المساندة للفريق المسفيوي على مواقع التواصل الاجتماعية خبر وفاة شباب من جمهور أولمبيكا سافي في مقتل العمر بعد غرقهم في البحر دون تحقيق أو تحقيق حلمهم بالوصول إلى الديار الأوروبية بسبب ظروفهم الاجتماعية الصعبة التي يمرون منها في سلسلة أبرز اللحظات التاريخية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات خاصة موقع الرسمي للكنفيدراليا الإفريقية لكرة القدم تقرير لابتسام الجريدي الهدافة السابقة للجيش الملكي ولعبة الأهل السعودي يذكر بمشوارها مع الفريق العسكري في مناسب مصابقات قرية أشار التقارير إلى أن الجريدي ابتسامة حققت رقما قياسيا مميزا في نسخة 2022 بتسجيلها ستة هداف خلال البطولة لتصبح الهدافة التاريخية للبطولة في النسخة واحدة مشير إلى أن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ حيث تميزت الجريدي ابتسام بقدراتها الفنية العالية ورؤيتها الثاقبة للملعب لما جعلها تلعب دورا حسما مع فريقها الجيش الملكي والمتخب المغربي لسيداته وقادتها لتحقيق العديد من الانتصارات بفضل تسديداتها القوية والدقيقة أضاف التقرير أن اتسام الجريدي برزت كعنصر أساسي في فريق الجيش الملكي بفضل قدراتها على قلق الفراث ومروغتها للمدافعات وتحليلها المميز للمجريات اللعبة مما أسهم في وصول الفريق إلى المراحل المتقدمة في بطولة عام 2022 حيث برز دورها في النصف النهائي لدنادي باريسكو كوينز بتسديدة حاسمة أظهرت من خلالها هدوء والثقة أمام المرمى كما لفت التقرير إلى أن ابتسام الجريدي لم تساهم فقط في وصول فريقها إلى النهائي بل أبهر أداؤها الجماهير والمقربين وصلت الضوء على الكرة القدم النسائية المغربية وهو ما تجلى في نهائي أمام معميله دي ساندونزا الجنوب الفريقي حيث سجلت الهدفين في 13 نوامبر 2022 على أرضية الملعب الأمير مولاي عبد الله الذي كان مقتدا بالجماهير لتمنح الجيش الملكي إنجازا جاريخيا